السيدة موامر تتفضل؟ أيوة سلام عليكم تفضل يا موامر إزاي حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعمة الحمد لله أنا كنت عايزة أستفسر بس من حريك في نقطتين تفضلي أول حاجة لو هو يعني أنا مريضة قولون فما بقدرش أحافظ على وضوئي باستمرار فبقى ساعات كتير يعني عايزة أقرأ في المصحف فأنا ينفع مثلا لو اتنقد وضوئي ممكن أقرأ في المصحف عادي في فرق من القراءة المصحف ومس المصحف قراءة المصحف هي القراءة زي ما أنت عايزة القراءة أن أنت تتلي المصحف قدامك وتتلي كما شئتي زي ما أنت عايزة أما وإنك أنت لو أن الدكتور خلاص قالك أن أنت ما قولون وعندنا سلس ريح مثلا يبقى خلاص ينفع أن أنت تتوضي لكل سلطين وتصلي بهذا الوضوء السلطين لأ أنا بكلم على قراءة القرآن من المصحف وتقليب الصفحات وكده ما أنا قلتلك توضي لو أن فعلا الدكتور قالك أننا عندنا سلس يبقى خلاص حتى في تقريب المصحف أصلا أنت ممكن تقليبي مش بأيديك وتبص بأنك التلاوة القراءة بص عددك أنا هو بكلمك هو مش بصص في حاجة التلاوة دي لا يشترط فيها الوضوء اللي يشترط فيها الوضوء هو إيه؟ مس المصحف مس المصحف لو أنت هتقلبي بحاجة أو هعدد يقلب لك المصحف ما فيش حاجة يقرأ إذا كما شئتي الأمر التاني بس إن أنا عايزة أقولهورك لو سمحت تركز معايا أرجوكي بلاش تتوسوسي أه ماشي؟ ماشي خلاص؟ يبقى أنا جاوبتك على السؤال بتاعتك وجاوبتك على سؤال تاني إضافي أرجوكي ما تتوسوسيش طيب مش كل اللي عنده قولون وضوءه لازم يتفكي مع كل صلاة أبدا هو كل حكاة ممكن يكون عنده مغس لكن مش لازم يكون عنده مش لازم يخرج ريح تفضلي عندك سؤال تاني طيب دلوقتي لو أنا مثلا بصلي بس إيه؟ يعني ساعة كتير لما أقوم فجأة مثلا للرقعة التانية ضغطي وغطي فسعات كتير بيحصل دوخة وكده فأنا ممكن بصلي أنت قاعدة أه ما هو أنا بس ألف كده بس عادي بس جد وكده بس اللي هو أن أنا أقوم للرقعة ما فيش مانع خالص أن أي جزئين من الصلاة أنت لا تستطيعيه سواء الركوع أو السجود يجوز أن أنت تقعدي له سواء ده أو ده خلاص؟ أهم حاجة أهم حاجة تحفظ على صحتك لأن إحنا عندنا نعم القيام ركن من الصلاة للقادر طب اللي مش قادر يصلي على الهيئة التي بها يتم الصلاة وإنت لما تعملي كده هتبص تلاقي أنت بتحب الصلاة وبتدوم على الصلاة لو عملت خلاف ذلك الصلاة هتبقى عيب عليك طب أنا عندي للأسف ابني عنده 16 سنة هو فترة مراقب ما بينتظمش في الصلاة أعيز حالك تقول له كلمة هقول له يا حبيبي الصلاة ده لقاء محبة بينك وبين ربنا ويسيبك من ضغط ماما عليك أن أنت أم صلي أم صلي أم صلي ما هو أنا مش حاجة أفضل أقول له أم صلي طب ما أنا بقول له هو بقى أنا بقول لكم أنتو الاتنين هوا يا حاجة ماما هو سمع حضرتك دلوقتي طب ما أنا بقول لكم هوا بص يا سيد عمر بص يا حبيبي الصلاة دي احنا بنصليها عشان ربنا فتح لنا باب عشان نروح نكلمه نجلس في رحمته نخرج من كل الحاجات اللي بتضيقنا ونقض في جنة من جنات الوصال جنات الجمال فلما احنا بنروح نصلي بنروح نصلي عشان نخرج من كل وأوجعنا وكل دقنا وعشان كمان ربنا سبحانه وتعالى ندخل في حماة عشان احنا عبيد لله هو بيحبنا فاحنا بنصلي عشان ده مش بنصلي عشان هو محتاج لصلاتنا ولازم نصلي لو ما صلناش هيبقى رزيد الصلاوات عند ربنا يقل فربنا يدائق مننا ان احنا بوزنانه لاستثمار بتاعه حشاة تعالى عن ذلك علوا كبيرة ربنا مش محتاج لنا في حاجة يا ابن احنا اللي محتاجين لرحمته احنا اللي محتاجين لمحبته صلي اول ما تسمع الادان حس كده ان في حد بيقولك تعالى تعالى عشان تاخد رحمة تعالى عشان تاخد محبة تعالى عشان تاخد راحة حضرة النبي قال كده ارحنا بالصلاة يا بلال تعرف يا عمر ان انت لما تروح لما تسمع الادان تقول ارحني بالصلاة يا عمر وتدخل على الصلاة وانت عايز ترتاح وتدخل على الصلاة وانت بتقابل ربنا يمكن دمعة ويمكن كلمة ويمكن فرحة تكون في قلبك وانت مش عارف تخرجها تخرج بسر الصلاة فتسعد حياتك كلها بي ترجمة نانسي قنقر